اشتركوا في القناة للمرأة حفظها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا ببالغ الفخر والاعتزاز برقية سموكم حفظكم الله والتي ضمنتموها عظيم الشكر على ما تم اتخاذه من قرارات في جلسة مجلس الوزراء والتي تأتي داعمة للجهود المبذولة من المجلس الأعلى للمرأة والتي تضع المرأة البحرينية نصب عينها وتسعى لكل ما من شأنه أن ينعكس على تقدمها وتطورها في كافة المجلات وعلى جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية بما يسهم في تحقيقها للمنجزات النوعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه صاحبة السمو الملكي إن المرأة شريك أساسي في بناء نهضتنا الوطنية وما كل الدعم الذي يتم تقديمه إلا من منطلق إيماننا بأهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاستكم حفظكم الله والذي نفخر به لما يحققه بصورة مستمرة ووتيرة متسارعة من نتائج برهنت أن المرأة البحرينية قادرة على العطاء بتميز في كافة المجالات لتكون إساماتها جزءا من تاريخ وحاضر ومستقبل مملكتنا الغالية صاحبة السمو الملكي إنما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم من نجاحات كبيرة على الأصعيدة المختلفة جاء بفضل ما تولونه من حرص على تميز المرأة والذي عزز من مكانتها وأتاح أمامها الفرص التي استطاعت المرأة الاستفادة منها بما يحقق لها الطموح المنشود ونؤكد لكم يا صاحبة السمو الملكي أننا سنقف دوما مع كافة الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى برئاستكم حفظكم الله لتحقيق رؤاكم وتطلعاتكم لكل ما من شأنه رفعة وتقدم المرأة البحرينية بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن وفي الختام تقبلوا سموكم منا عظيم الشكر والتقدير والامتنان داعينا المولى العلي القدير أن يحفظ سموكم وأن يديم عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم بعون الله سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر